بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة الرياضيات للصفة الثالث الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الأول معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنكمل درس العدد ستة لو تلاحظون هنا عندي الأهداف التعليمية حققنا بعضها في الأسابيع الماضية وسنكمل تحقيق بقية الأهداف في الأسبوع هذا والأسبوع القادم بإذن الله سأبدأ بالتذكير بالقوانين الحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بيد الحصة إحضار الكتاب والقلم اليوم بما أنه رح نحل التمارين إثرائية لن نحتاج للكتاب لكن سنحتاج إلى أوراق خارجية للكتاب عليها عدم مغادرة الحصة قبل انتهاء الدرس ثم الجلوس بجانب ولي أمرك جلسة صحيحة إذا أنتم مستعدون نبدأ الآن بعرض هذه الصورة أريد منكم أعزائي طلاب الطالبات أن تسموا هذا العدد ما اسمه قم بتسميته لولي أمرك الذي بجانبك أحسنتم العدد ستة ستة وتدربنا على كتابة العدد ستة اليوم بإذن الله سنقوم بحل التمارين الإثرائية كما قلت سابقا هذه التمارين غير موجودة في الكتاب لذلك سنستخدم ورقة خارجية للكتاب عليها المطلوب هنا أرسم المدلول حسب العدد المناسب عندي تحت لو تلاحظون الأعداد من الواحد إلى العدد ستة بالترتيب فوقها مربعات داخل كل مربع أريد أن أرسم مدلول يمثل العدد يمثل العدد بإمكانك الآن عزيزي ولي الأمر أن توقف المقطع على هذه الصورة وتطلب من ابنك أن يرسم مدلول لكل عدد بعد أن يكتب الأعداد بالترتيب من الواحد إلى ستة ثم نعود لكم مرة أخرى عدنا لكم في هذا التمارين مطلوب أني أرسم المدلول طبعا هنا موجودة الأعداد بالترتيب من العدد واحد وحتى العدد ستة سأبدأ بأول عدد كم سأرسم من مدلول كم دائرة واحد لأن هنا عندي العدد واحد يليه العدد اثنان كم سأرسم من دائرة واحد اثنان أحسنتم يليه أي عدد ثلاثة إذن كم سأرسم من دائرة واحد اثنان ثلاثة يليه العدد أربعة إذن سأرسم أربعة دوائر 1 2 3 4 ثم العدد ما اسمه؟ 5 إذن كمسة أرسم من دائرة؟ 5 1 2 3 4 5 العدد الأخير اللي هو درسنا اليوم ما اسمه؟ 6 إذن سأرسم 6 دوائر 1 2 3 4 5 6 إذن هنا رسمت مدلول يناسب كل عدد واضح هذا هو الحل المناسب لهذا التمرين كما قلت سابقا ليس شرطا أن ترسم الدائرة بإمكانك أن ترسم أي شيء سواء خطوط متعرجة أو مستقيمة أو أي صورة ترغبها طيب ننتقل بعدها للتمرين التالي ضع الدائرة حول العدد 6 أنا سأقوم بوضع الدائرة لكن أريد منك عزيزي الطالب والطالبة أن تشير إلى العدد 6 أين هو العدد 6؟ نشير على الشاشة يولي الأمر الذي بجانبك أين هو؟ ممتاز هنا عندي 6 سأضع دائرة أيضا أين هو العدد 6؟ ممتاز هنا العدد 6 أحسنتم إذن هنا 6 وهنا 6 ما رأيكم أن نسمي بقية الأعداد؟ أخذناها سابقا في دروس سابقة هذا العدد ما اسمه؟ هذا العدد ممتاز 1 هنا هذا العدد ما اسمه؟ 5 وهنا 3 أحسنتم دائما أعزائي أولياء الأمور لا بد من مراجعة الأعداد السابقة حتى لا يفقدها الطالب واضح؟ إذن وضعنا دائرة حول العدد 6 انتهينا من هذا التمرين ننتقل بعدها لتمرين آخر المطلوب احسب عدد الصور واكتب العدد المناسب لو تلاحظون في الشاشة عندي مجموعة من الأشجار لكن لا أعرف كم عددها بالضبط ما رأيكم أن نعدها سويا لنكتشف العدد ثم نقوم بكتابته سويا يلا خلونا نبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن كم العدد الذي سأكتبه في الأسفل يناسب مدلول هذه الصورة؟ ما هو؟ أحسنتم أربعة أربعة كتبنا العدد أربعة على الورقة؟ ممتاز لماذا كتبنا أربعة فقط؟ لأن الصورة تدل أو تمثل المدلول الخاص بالعدد أربعة لأنه عندي أربع أشجار فقط واضح؟ انتهينا من الكتابة؟ طيب ننتقل لتمرين آخر نفس المطلوب احسب عدد الصور واكتب العدد المناسب دعونا نشوف الحين هنا عندي مجموعة من الدفاتر أريد أن أعرف عددها حتى أستطيع أن أكتب العدد المناسب لها في هذا المربع يلا نبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن كم عندي من دفتر في الصور؟ ستة إذن العدد اللي رح أكتبه ما هو؟ ستة ممتاز يلا نمسكوا القلم وابدأوا بكتابة العدد ستة على الورقة ستة هكذا ستة واضح؟ انتهينا من كتابة العدد ممتاز طيب ننتقل لتمرين آخر صل العدد بما يطابقه في الجهة المقابلة لو تلاحظون هنا عندي مجموعة من الأعداد أريد أن أبحث عن ما يطابقها في الجهة المقابلة هنا عندي ستة واحد خمسة أربعة اثنان أيضا هنا في الجهة المقابلة خمسة ستة اثنان أربعة واحد خلونا نبدأ بأول عدد هذا ما اسمه؟ ستة الآن أريد منك أن تشير على العدد ستة في الجهة المقابلة الذي يطابق العدد ستة أين هو في الجهة المقابلة؟ أين هو العدد ستة؟ ممتاز هنا العدد ستة إذن ماذا سأفعل أنا؟ سأقوم برسم خط مائل بينه وبين العدد ستة لأنه متطابق هنا ستة وهناك أيضا ستة طيب نجلل عدد اللي بعده ما اسم هذا العدد؟ واحد إذن سأبحث في الجهة المقابلة عن أي عدد؟ واحد أين هو العدد واحد في الجهة المقابلة قم بالإشارة على الشاشة اللي هو لي أمرك للعدد واحد أحسنتم هنا واحد إذن أنا سأقوم برسم خط مائل بينه وبين العدد واحد لأنه متطابق طيب نجي العدد اللي بعده ما اسم هذا العدد أحسنتم خمسة إذن سأبحث عن العدد خمسة أين هو نشير على الشاشة أحسنتم هنا خمسة وهنا خمسة إذن متطابق طيب يبقى هنا العدد ما اسمه هذا العدد أربعة إذن سأبحث هنا أنا العدد أربعة أين هو قم بالإشارة على الشاشة أحسنتم هذا أربعة إذن سأقوم برسم خط مائل بين الأربعة والأربعة الأخرى آخر رقم ما هو؟ اثنان أين هو اثنان هنا؟ في الجهة المقابلة أحسنتم هذا هو اثنان سأقوم برسم خط مائل بينه وبينه الاثنان في الجدول الآخر واضح إذن هذا هو حل هذا التمرين أني أطابق الأعداد مع بعض أطابق الأعداد مع بعض انتهينا ننتقل لآخر تمرين في درسه اليوم المطلوب صل الأدد بالمدلول المناسب في الجهة المقابلة هنا عندي مجموعة من التفاح أريد أن أقوم بعدها لمعرفة العدد المناسب لها في الجهة الأخرى هنا عندي مجموعة من الأعداد وهنا مجموعة من التفاح يلا خلونا نعدها بس خلونا نغير لون الخط بالأسود عشان تكون واضحة يلا نبدأ واحد اثنان ثلاثة إذن كم عندي من تفاحة هنا؟ ثلاثة إذن مش العدد المناسب لها أي عدد؟ ثلاثة أحسنتم هذا هو العدد اللي نناسبها إذن سأقوم برسم خط مائل بين العدد ثلاثة هنا والتفاحات الثلاثة واضح؟ طيب نأجي للصورة اللي بعدها كم تفاحة عندي؟ واحد واحد فقط إذن سأبحث عن أي عدد يناسبها في الجهة المقابلة؟ ممتاز واحد هو العدد الذي يطابق هذا المدلول واحد طيب نشوف الصورة اللي بعدها كم تفاحة؟ نعد مع بعض يلا واحد اثنان ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة ست تفاحات إذن سأبحث عن أي عدد ممتاز ستة إذن ست تفاحات العدد المناسب لهذا المدلول هو العدد ستة هنا طيب نشوف هنا الصورة اللي بعدها كم تفاحة عندي؟ نعدها مع بعض واحد اثنان إذن برأيكم مش العدد المناسب لهذا المدلول فقط تفاحتان إذن أي عدد نشير على الشاشة؟ ممتاز اثنان هذا هو العدد اثنان إذن سأرسم خط مائل بينه وبين المدلول الذي يمثل العدد اثنان واضح؟ طيب ننتقل للصورة اللي بعدها نبدأ نعد مستعدين؟ يلا واحد اثنان ثلاثة أربعة كم عندي من تفاحة؟ أربعة إذن سأبحث عن أي عدد يناسب هذا المدلول؟ أي عدد؟ عندي أربع تفاحات؟ ممتاز أربعة لأني عندي أربع تفاحات إذن سأقوم برسم خط مائل بينها وبين العدد أربعة واضح؟ انتهينا من هذا التمرين بحيث أن وصلنا العدد للمدلول المناسب باستخدام التفاح الموجود عندكم الآن في الشاشة هذا آخر تمريم في التمرين الإثرائية أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم ولا ننسى أعزائي ولياء الأمور القيام بتعميم المهارة من خلال استخدام الأغراض المتوفرة في البيئة المنزلية مثل الأغراض الأدوات المكتبية أقلام، دفاتر، كتب، ممحة أو استعانة بالخضروات والفواكه لعدها أيضا لا ننسى استخدام البطاقات لترتيب الأعداد من العدد واحد وحتى العدد ستة وفي الأخير تمثيل المدلول تمثيل المدلول إما بالبطاقات أو بالأغراض بهذا أكون قد أنهيت حل التمرين الإثرائية غدا بإذن الله سنحتاج إلى الكتاب الدراسي للبدء بحل التمرين أو الأنشطة الموجودة في الكتاب المدرسي للطالب والطالبة لذلك أتمنى أن تكون جاهز غدا بإحضار الكتاب والقلم والممحة بإذن الله أراكم غدا كانت معكم المعلمة أمل التمامي مع السلامة